المترجم للقناة أماماً لتحدث الواضح للقناة لنقوم بمعرفة لما يجب فيه وإنما يمكن فيه محمد الخالدي محمد الخالدي أماماً أقدم برنامج نبض البلد على قناة رؤيا وعندي برنامج صباحي إذاعي اسمه مع الحدث البرنامجين سياسيين خلصت محاسبة من الجامعة العربية المفتوحة وبشتغل في الصحافة والإعلام من سبع سنين يوم العمل العادي ببلش ستة الصبح عشان برنامج الإذاعة بكون في الإذاعة الساعة سبعة برنامجي بطلع تمانية بيضل تسعة الصبح بس أخلص من برنامج الإذاعة طبعا السبعة من السبعة للتمانية بيكون التحضير للبرنامج أنا والمعد بخلص تسعة بنجتمع أنا والمعد كمان مرة حتى نقيم الساعة كيف كانت بخلص لهون بروح البيت برتاح تقريبا ساعتين بعدين بطلع على رؤية باجتمع أنا والمعد كمان في رؤية اجتمعنا تقريبا ساعتين بيكون عشان البرنامج المسى بعد تمانية بيكون برنامجنا بدأ تمانية ونص بنبلش هوى تسعة ونص بنخلص بنجتمع بعدين أنا والمعد لعشر ونص تقريبا بعدين بروح البيت تورك شب الصفو واحدة في عمان كانت مع البرزنتر مع جمي أخذنا شوية تعليمات أو بالأحرى أعطونا شوية معلومات كيف كيف تقديم ممكن يكون أسهل علينا وأسهل على المشاهد حتى يكون قرب المشاهد واستفدنا منها كتير وممكن حكيتها أكتر من مرة كانت عندي مشكلة في الرجعة والدخلة على البرنامج وجمي أعطاني حل كيف أنا أربط المشاهد مع اللي صار ومع اللي بدي يسير في البرنامج وكان حل كتير مناسب بالنسبة لي كان عندنا مشكلة في التوقيت لأنه نضيف كتير بحكو فجمي ملاحظاته كانت التوقيت أنه نضيفي عم بحكو كتير فلازم أحاول أختصره من قدر الإمكان حاولت على قد ما بقدر أني أعمل هاي لهذا الإشي وأعتقد أنه في كتير مرات نجحت أني خلص هاي الدورة يعني ممكن كان فيها تيمورك أكتر إشي مهم تعرف أنه إحنا المذيعين شوي بنغلبكم بنغلب مجموعة العاملين معنا فشوي تيمورك أظن أنه بيكون أقرب المذيع لطاقم وبطريقة الشغل هاي ما عاي شوي وجود عقبات في الشغل لأنه مرات مش دايماً معدك بيكون بفهمك ولا دايماً بيكون الفريق اللي بيشتغل معاك عم بفهم أنت أش بدك مفيش مذيع بيحب يفشل في برنامجه ولا في فريق عمل أكيد حاب يفشل مذيعه بس حتى تلاقي الكمبنيشن هاي وتلاقي الناس كيف تتفاهم كلها مع بعض بدها شوي توقيت أهم إشي ثقاته من نفسه وما يسمعش تلي حواليه قدمهو يسمع اللي بيحبو ينصحه لشخصه ودايماً يتطلع حاله بس يخلص يعني ما يعتمدش أنه أنا والله أنا مليح إذا ما حدا تابع حاله وشاف حاله كيف عم بيشتغل إنه ممكن هو يغلط غلطة هم إش بنتبه له وما حد بنتبه له بس هو لما يشوف حاله حيقدر يقيم إنه أنا بغلط هون ونقطة كتير مهمة يحضر المذيع اللي ما بيحضر لأنه على الهوى ما حدش معك هذا الصح أنت لحالك على الهوى وهي ساحتك فأنت لازم تكون جاهز وعارف أنت شو بدك وتوصل